قال الحزب الشيوعي السوداني إنما جرى من تعديل للوثيقة الدستورية فيه عدم شفافية مع الجماهير ووصف الخطوة بالخداع الذي يرقى إلى مستوى الخيانة وأضاف في بيان له أن تعديل الوثيقة مواصلة لما تم من تنازل عن أهداف الثورة وعطى المكون العسكرية الكلمة العليا في تعيين رئيس القضاء والنائب العام وفي كثير من القضايا المهمة وصارت له سلطات تنفيذية خلافة التي حددتها مادة طبيعة الدولة في الوثيقة ودع الحزب إلى مواصلة الحراك الجماهيري والحراك الثوري والشعبي ودع الحزب أيضا إلى مواصلة النشاط الجماهيري من أجل استكمال مخام الثورة وتفكيك التمكين من جهازي القضاء والعدل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وأشر الحزب إلى أنه رفض الوثيقة الدستورية ولم يوقع عليها وبموجب ذلك رفض المشاركة في مستويات السلطة الثلاث السيادي الوزاري التشريعي على أساس أن الاتفاقية تكرست لمشروع الهبوط الناعم الذي يعيد إنتاج الخارجية مع تغييرات شكلية وتغييرات في الأشخاص